السلام عليكم أصدقائي عن الله وعبيده سأتحدث عن اليوم أقول الله فكرة ما ليس بشخص نتحدث معه أو نتحدث عنه أو نفكر فيه أو ندعو له هو ليس بشخص ولا حتى بكيان ولا بكينونه هو فكرة حية في داخلنا جزيرة نلجأ إلها محيطات هذا العالم وآخر منطقة ممكن أن نتخيلها نأثر بها على الله هي في دول وممالك الدين والكتب الدينية لأن الله تفكرة تأتاش على ضمير وستان الإنسان الخائف أو المتأمل وهذه الفكرة ممكن أن تصبح فكرة قابلة أن يبتز بها الإنسان في أعظم شيء يمتلكه أنا أشوف أنه لا يمكن لإله صغير كان أو كبير قديم أو حديث أن نجد له أثراً في أروقات الدين اذهبوا إلى أسوار أو اخترقوا أسوار رجال الدين العالية ويدخلوا مناطقهم أو حصونهم ما راح تشوفون هناك شخص يتحدث عن الله هو أصلاً وليس محور اهتمامهم على الأطلاق هو نعم موجود كمفردة وككلمة كأسم يتكرر أو يتردد لكن موجود فقط حتى يمارس عمل محدد إلى سلفة الشخص اللي استعمل هذه الكلمة أو المفردة وضعها في إطار خاص جاهز الاستعمال والتوظيف وفي نفس الوقت أو الوقت نفسه لا يجوز لهذه الفكرة أو الكلمة أو الشعار أن يخرج عن إطار المرسوم إلى سلفهم أو إطار اسمه تحديداً باعتبار أنه اسم إلهي أو الله أنه الله بينهم في داخل حصونهم وما وراء حصونهم هو مجرد تابع بل هو تابع أشد تبعية من جميع التابعين الحقيقيين من المؤمنين أو من يسمون بمؤمنين خلفهم الله رأيه هو وجود هو الفتاح هو فيض تم حصرة في زنزانة تدعى كلمة الآلهة كما أرى لا توجد في معابد ولا بيوت ولا كتب ولا أثر لها بين الحشود العمياء مسلوبة الإرادة والعقد هذه توجد الآلهة توجد فقط في فضاء الإيمان وهذا الإيمان لا يوجد في الخارج هو موجود هنا في الداخل في حشاشة القلب كما يقال أو خلف شغاف القلب وخلف كل ما هو رقيق وجميل ونابض بالحياة من يبحث عن الله حقا لا يذكر حتى أسم الله بل أن الكافر هو من ينطق باسمه حتى نفهم ليش أنه من ينطق من ينطق بهذا الاسم هو شخص يريد شخص حول الله إلى شيء مفارق له ومختلف وليس فكرة تعشش داخله وهو بحاجة إله الآلهة كما قلت لا تدخل معابد والسؤال هو كيف نأثر على الله الله كما قلت هو ليس بشيء ولا حضور ولا شخص ولا حتى مكان للأبادة الله ممكن أن نقول هو أشفى بالهواء هل هناك أمكانية أن نصف الهواء هل أمكانية أن نشرح للآخرين ما هو الهواء الحياة نفسه هو الله لكن مو الحياة هاي اللي نعيشها إنما الحياة اللي نشوفها ونشعر بها وهي تعيش وأهلا معها نعيش بما فيها حياتنا نفسنا هي هاي فكرة الله هو موجود في هاي في هذا الإطار الذي نحن جزءا منه وليس جزءا منه حالة منفصلة عنها هذا الإحساس الفائق والتعالي عن ما نحن فيه والتفرج عليه من الخارج قدر المستطاع أو التأمله هو نوع من الفصال عن الداخل وبراخبة الذات والنفس وصباحة حيات لا مكان ولا زمان هذا أشوف أنه هذا مسكين اللي يقف حتى يصلي أمام ربه بالحقيقة هذا ما يصلي هذا لا يصلي لإله الوجود إنما يصلي لإله الجماعة إله السلطة إله القمع والبطش والصوت والعنف والخوف والرعب هذا الإله إله الجعيم هذا الإله وهو إله مماثل تماما لشخصية الكهنة أو رجال الدين وسأشرح هذا لاحقا الطاعة هذا الإله اللي تحدثنا عن إله الخوف أو التخويف أو الرعب هو هذا أول شيء يطالب بي كما أتلاحظ الأول معالمات هذا الإله هو أن يطالب الطاعة والامتثال لما يطلبه السجانون يعني هذا العبد الذي يعيش أو الذي يقع تحت رحمة هؤلاء يطالبونه أولا وآخرا دائما بالطاعة وهذا هو الضوء ما يطلبه السجان السجان دائما هم يسمون أنفسهم رعاة ورعاة رعاة ورعيل أو رائي ورعيل ولي أمر ورعيل فإذن هذا الطلب الوضح لله ينطي الشكل العام أو الفريم أو الأطار العام اللي يدور بكل هذه اللعبة التي انطلق على الناس زميعا بسبب ثلت حياتهم أولا و أو جهلهم ثانيا وثالثا عدم رغبتهم بإثارة المشاكل والخروج على الإيقاع ورغبتهم بأنهم يتبعون كما يسمون يتبعون رغبة القطية أو لا يفرقون كلمة الجماعة أنا بالضبط يعني كل الناس يحاولون دائما يتجنبون المشاكل وعندما نجد هناك سلطة كبيرة يتحكم بنا فما أمامنا غير أنهم نقادل هذا المسألة أو نتمرد وبالحالتين رح نضرر أما نفسيا وأما اجتماعيا وحتى جسدي فهذا الخيار العام للناس هو دائما ملاحظ لكن لابد أن نفهم بأنه فكرة الله تم تشويها بشكل كبير جدا وليس الله الذي الذي نسمع به ليس هو الإله الحقيقي أو الفكرة الإله إنما فكرة سرقها رجال السلطة والدين والحكم والطغيان هؤلاء سرقوا وهذه الفكرة الموجودة في قلوب الناس وهم الذين يخترعوها وبتكروها كما بتكروها كثير من الشارقة كلها وظفت وسرقت وجيرت لصالح رجال السلطة والدين وهذا طبعهم من زمان حتى كلمة الدين نفسها أيضا مسروقة وهؤلاء سرقوها وزعل وأفسهم رجال الدين يعني لا يوجد شيء في أي مؤسسة أو منظومة دينية غير مسروق وغير منهوب وغير مستعار ومستثمر أو مستلب من وجدان ومشاعر الجماهير أو الناس عامة الدين ككلمة تمت سرقتها من قبل 2000 سنة وأصبحت كلمة مخيفة مرعبة وهناك رجال يحرسونها وهناك أمم وشعوب ودول تقوم وتقول الدين هو مشروع الأول والأخير بينما في الحقيقة الدين هو مسألة خاصة كل إنسان لكن سرقها فكرة يعني حتى كلمة العلم أو مفهوم العلم أيضا سرقوها رجال الدين لا ادعوا كل شيء ادعوا أنهم العلماء هم الاطباء هم ما خلوا شيئا كل شيء هم كلمة الدين مسوقة حتى الله نفسه فكرة الله فكرة الخالق كل كم جميع الأشياء موجود داخل الدين هو مزيف الكلمة الحقيقية الوحيدة داخل أي دين وأي مؤسسة دينية هو السلطة والجبروت والطغيران أي شيء آخر هو مجرد توظيف لهذه الفضية وبدليل أدما نشوف أنه جميع عديان خاصة التوحيدية الشمولية أخصد العديان المؤسسساتية وليس العديان الشعبية أو القديمة مثلا لا المؤسساتية أول شيء يطالبون من الجميع هو الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة أي السلطة والسلطة والخبوء والامتثال من قبل الجميع هذا المطالب دائما ووضفوا كل شيء من جانب شون يحتاجون جابوه ولذلك يشوفوهم متناقضين بشكل غير طبيع أي شيء جيد يجبوه يحتاج نمع بصورتنا أي شيء سيء أو كذا أو لا رئيس الطاعة وما وراء ذلك من ثروات ومكاسب واستغلال واستعباد للناس ونهب وسلب وهذا ظهر موجود ليست بالسرط نعرف أنه الأجيان عبر التاريخ كانت هنا يعني كلمة الدين كما قلت هي غير حقيقية هؤلاء كل منها تجار دين والحقيقة ليست تجار دين هم سرقوا كلمة الدين الدين كما قلت الموجود بين الناس لكن هؤلاء سرقوا الدين كبيرهم وصغيرهم قديمهم وجديدهم لا أستثني أحدا كل شخص يدخل مؤسسة دينية أو يقول مؤسسة دينية هو مشمول بهذا الكلام وموجزه من اللعبة سواء عن حسنية عن جهل عن معرفة عن دراية أو بحث آخر يعني لا أتهم الجميع لكن أنا أقول هذا النتيجة النهاية لوجودها على رؤوس هاي المؤسسات هم كانوا سبب رئيسي لتجهيل الناس وتدمير مصالحهم وجعلهم يدفعون ثمن باهظ لمؤتقداتهم بدون أي مقابلة من هنا طالق أقول أن كل من يتخلى عن هذا الدين الذي يشيعه الكهنة يجب أن يحتفل أن يفرح بأنه تخلص وتحرر إلى الأبد من هذه السطوة القاتلة الغاشمة حرر نفسه وروحه يعني أنا أقول أن الله الذي يستحق اسمه لا يطلب من أحد أن يتخلى عن ذاته لأنه ذاته هو الإنسان وذاته موجود الله فيه الله بأي معنى كان لا تحدث عن مهدد الوجود الله أتى فكرة موجودة بداخلنا يعني هذا شيء لا نقاش فيه فهذا لأنه داخل الإنسان ما دام الفكرة داخل الإنسان فهي موجودة إلى وصالحها هذا الشيء علينا أن نفهمه والوجود الله لم نوجد نحن فلا ما معنى وجود الله لا معنى نحن فقط نفهم معنى هذه الفكرة والله نفسه يعني ما معنى وجود الله بدون وجودنا فهذه المسألة متراكبة فكرة الله هي فكرة إنسانية سميها ما تساء سميها روحانية جاية من الغيب جاية من قوة خارقة مو مهم المهم هنا الله كفكرة موجودة بداخلنا ونحترمها ونضع لها أهمية كبرى لأنها من خلالها أحنا نعبر عن ذاتنا وشخصيتنا الذات من هنا والجوهر والله هم جميع الحزمة واحدة لا تنفصل وظيفة الدين الشاع ما هي أو دائما دين الشاع أو الموروثة دائما هي فرض وشائش هذه الحزمة تجميرها وسحقها والمتاجرة بكل واحدة من أتن على حدة وحسب حاجة السلطة ومطالب أو أغراض رجال الطغيان أو أو الأديان أو المر هذا المهم مهمتنا أن نبقي هذه الحزمة موحدة أي الذات والجوهر والله والنفس وروح الإنسان تبقى واحدة وعدم التفريط بها لصالح شيء اسمه دين هذا القضية الأساسية بقاها موحدة هو يقفل جميع أبواب المعابد والحكومات والأديان والكحان بأسرع ما يتوقع فقط نتوقف عن دعم هذه الجهات وننتصر لله وحتى جعله ينطق بما لم ينطق من هنا أنا أشوف فكرة العبادة بأي شكل كان هي وصفة غضاء وصفة غضاء حقيقية التقي العفيف هو اللي ما يسمح بالتفريط بهاي الحزمة الإلهية الموجودة داخله أو هو المفطور عليها لهذا هو ما يهتح صلاة لا يوجد هناك أحد يصلي له هو أنت وأنت هو مسألة فردية خالصة بس أنا لا أقصد أنه على طريقة الحلات لا في الجبتين لله لا مو بالضرورة هناك شيء آخر يعني أنا أقصد الطريقة كل واحد من عندنا طريقة التي يجب بها هذه الفكرة العظيمة بداخله وفقا للطريق أو الاسلوب أو نسمونا التاو على النمط الصيني وهذا الذي تجد نفسك وغارق به عليك أن تتبع على الطريقة وتكتشف أدغاله وثرواته بنفسك والسبب أنه كل ذوات ذات الإنسان لا نهائية لا يمكن حصرها بطريق واحد لا تستطيع تحصر الإنسان في خانة واحدة وهذا معنا أنه الطرق التي يسير بها كل إنسان هي لا نهائية من المستحيل بالتالي أن يوجد أي دين موحد ولا وجود إله واحد الدين بالتالي مجرد يعني يسرق الفكرة ويقدم لك قوالب جاهزة مخصصة فقط للعدزة أو تم تعجيزهم وتجهيلهم وجعلهم كسالة خاملين ومنافقين من شكل عام والهدف أن يتبعوا نصائح ومواعب رجال الدين ورجال السلطة بأي طريقة كاملة مهما سواء كان الطريقة أخلاقية أو غير أخلاقية دائما يطالبون بأن يفوزوا بالسلطة والسلطان على الآخرين مهما كانت الطريقة تقتل تسلب تنهب تكذب تفعل ما تشاء المهم طاعتهم وأوامرهم مجابر وهذا مليون دليل عليها يعني ما يتاج أن ننظر به وأتحدث عدد المتملقين راحين في وقل لا لا لمعروفها بالتالي لا وجود إمكانية نشوء أي حوار مع الله أيضا يعني هذا يعني لأن الله مو شخص تحشو وجود خاضمة ويعني هذه مسألة محسومة وحتى أنت كإنسان عندما تخاطب فيه أو عندما تحاول أن تتصل مع ذات الإلهية أو الفكرة الإلهية أنت نات أنت أنت تفرر أنت روح فما ممكن يكون هناك حوار بين روحين أو أو فضائين فضاء فضاء واحد مشترك أنت موجود ضمن العالم أنت لا تستطيع مثلا أن تستغنع الهواء الآن أنا ممكن ثواني إذا ما أتنفس أنت فأنا موجود الهواء جزء من أندي يعني الآن أتنفس وتحدث معك هذا تنفس هذا إذا ما أتنفس ما إيش عن خلال ثواني أنت وأنت أيضا وجميعنا فإذن هذا الشيء يخرج من العالم الخارجي والعالم الذي نعيش ضمنه هو موجود داخلنا ونعيش من خلاله إذن نحن عملي نحن هناك مصير مشترك بنا هناك حالة تكامل حتى يقول عدما ينقطع النفس أو النفس الإنسانية هي نفس من النفس والروح من الريح حتى هذه المفردات إلها علاقة بهذه المسألة التي أنا أتحدث عنها بأنه حالة متكاملة ونخلق فضاءنا المشترك مع الله أو فكرة الله وفكرة الروح أيضا بالمستوى هذه الرغبة هي الرغبة بال الاتصال بالله هي اللي ما أسميها حب أو سميها تعلق أو سميها شغف سميها أحساس بالارتباق بشيء خارجنا يعني مو بالضرورة ارتباق في زاول إنما حضور مو مسألة ميكانيكية وأن تقف وتصلي وتؤدي حركات معها لا هي مسألة حضور أن أنت مجرد تشعر بحضورك أن تتهب خلص أما أن تمثل دور الحضور الجماهير في مجموعة بينها فهذا حضور خطيري راح تحدث عنها لاحقا كل ما تفعله الأديان إنها توهم من تسميهم بعبيد بأن هاي الأزمة من فصلة كما قل أن الله في مكان وكل ذات منهم في مكان وأن على كل ذات من هذه الذوات أن واجب واجب العودة إلى الصراط أو ليس أعادة الاتصال يعني كأنما أكون مخطط أنت لازم تفشع عليه وهذا المخطط يضعوا رجال الدين وتستشيرهم يعني أنت مثلا هل يجوز أن تدخل بالقدم اليسرى أو يمنى في المكان الفلاني أو هل تقول كذا أو لا تقول كذا هل تسلم على جارك أو لا تسلم هذه التفاصيل هل تلبس هذا الثوق أو لا تلبسه فهذا الصراط يعني يعني شوف كيف يمتهنون روح الإنسان وشخصية الإنسان ويحاولون إلى مجرد آلة تتبع أرشادات ويجب مخطط وأقصى ما تصل من الذكاء أن تدقق في دقة تطبيخ هذه التعليمات هذا شيء مخزي وأنا أعتقد التعليمات ما رح يرحم هؤلاء اللي يلقنون الناس بهذه الطريقة ويحاولوهم إلى مجرد يعني أعضاء في حضيرة حضيرة يعني أتعفف عن أقول الحضيرة تعرفون شو يعني ما يهتعل الفكرة أن أن الأديان مشاريع استثمارية أنا ما أتحدث عن الأديان أتحدث عن الله فقط لكن لابد أن أصل إلى لأن الله هو مختلف بقب الأديان فأقول أن الأديان هي مشاريع استثمارية هدمية بالضبط مثل ما هي منقطع السياحة مثلا والمقاعم والفنادر وأطلا هي وجدت يعني فكرة وجود الأديان منذ البداية هي لكي يتوفر للإنسان الذي لا يعرف ما هو الصح والخطأ الذي لا يعرف كيف يتصدف وما زال طفل غير أو مراهب يحاول أن يكتشف العالم ويجيد أصول الحديث مع الآخرين ويقرف ما هو الباطل ما هو الحق يعني يعرف طريقة بس مو معناته يستعبدوه بعد ذلك يستثمرون هذا الموضوع هذا الذي حدث بالفعل أنه بدأوا لا يستثمروا الناس ويستعبدوهم بحجة التعليم والتربية والتلواء بالتالي علموهم هذا الطريق كيف يكونون داخل حضيرة أنه ما واجبك رحيد أن تتبع وتطيع وتطبق التعليمات وإلا فتوسع الموضوع ستعذب تكوى بالنار وما إلى القصص الرعب أنا أقول أنه مشوار من الدين هو كان منذ بداياته ومجررته قدم خدمة للناس ولهذا السبب احتفظوا الناس بفكرة جيدة عن رجال الدين وما زالت هذه الفكرة موجودة لكن الآن شوه تتحدث أنه هناك الدين حقيقي ودين الحقيقي لكن الكل يجمع الكل يجمع لأن رجال الدين لا يمكن أن اتقاب وإحترام ولا يمكن أن منصب يقود الناس لكن هم مجبرين لا يمكن بديل غير هذا وهم لأن رجال الدين سرقوا الله سرقوا المجتمع وسرقوا ثرواته وسهيمن على كل شيء فما عادت هم خيار غير مثل مختطفين داخل المجتمع وهذا يسيطر على كل شيء وما علينا إلا نتبعهم وإلا فنناقي الأمرين أشبه بشخص توصف الصورة أوضر رجل أشبه بالطباخ مهر أو ليس معلومة طباخ مهر للمأكلات غير اللذيذة المأكلات السامة التي تبدو من اللحظة الأولى جيدة لكنها بالحقيقة نتائجها وخيمة جدا هذا طباخ ليس للأكل لكن الطباخ للأفكار والأساطير المزيخ التي تعمل لصالحه هو وليس لصالح الناس ولا يرأيهم بدليل أن الناس لا يستفيدون بأي شيء من أي دين أنهم مطيعون فقط بدون أي مقابل المقابل فقط في الآخر لا تجد أي فائدة لأي دين لا عالجوا فقر لا عالجوا بدليل أنه ما تشوف أنه الدين ما بأي فائدة أنه كل ضرر في ضرر للناس وتكاليف بعض على الناس واجبات طروب يقدمون مبالغ لرجال الدين يقدمون نسبة من أموالهم يقدمون هدايا كثير من هذه التفاصيل هذه كلها تكاليف باهضة مقابل ماذا مقابل لا شيء يعني ما عالجوا أي مشكلة بالعكد قدما يقولون أنه مشكلة لرجال الدين يقولون لا ننصح بس ما لا تسمعوا المشكلة بكم ويحشسون بعض الذنب يطوني فائدة واحدة لوجود رجال الدين أنا لا رجال الدين طيبين لكن هؤلاء ما ماخذين فرصتهم أو مهمشين بالطريقة المهم أقول أنه هذا رجل الدين طباخ لأفكار والقيام الفاسدة التي تعمل في خدمته ولا تعمل في خدمة الناس وخدمة من يتحارف معه ويمنعه سلطة على سلطته هؤلاء هم سبب مشاكل وأدى ما تلاحظ أن كل بلد أو شعب يهيمن عليه رجال الدين يزداد يزداد بنسبة الجهل والمرض والفقر والتشرد وكل ما هو سيء يعني هذا الطباخ مشكلته وين مشكلته أنه يجبر الزبان على تناول الأكل العجيب الغريب اللي ما بي أي يعني والهدف ما تشنه هدف يخليهم أنه يومين يجبرهم على هاي الأكل يكرر يكرر على المصال العمايات وكلام وتراكيل وقصص المواعظ هي نفسه حتى تصبح أنه هذا غذاء هم الوحيد المؤتاد واللي ما يتخيلون بالحياة أنه هنالك شيء أكثر يعني لذيذ مثل هذا الطعام هذه اللعبة مفهومة بعدما يتحدث مع أحد ويرد يقول لي أنت كذا وكذا وكذا هو يرد لي كلام ما لكم يعني هو اللي المتعود عليه لأنه مطبوع ريكورد يعني كستنب على دماغه يتعلم عن هذه الكلمات وبدأ يكررها تلقائيا بدون أن يشعر هذا الشيء هو اللي يعني يخلي واحد يعني ما أرى عنه الشخصية هذا قلت أنه طبيعي أنه الإنسان يأكل من هذا الشيء وفقد القدرة على التحسس والتذوق ما عنده قدرة أن تذوق أي طعام آخر حتى لو الناس كلها في العالم قالوا أنه هذا طعم طيب وجيد مثلا ذكر رأس للقرفة ذكر طماطم عندما اكتشفوها بالقرن السابع عشر بأمريكة الجنوبية وجابوها للأوروبا تبروها ثبرة الشيطان لأنه أحمر وفترة طويلة فما متعودين على ما موجود بالنص دين أنه طماطم أو طماطم وأيضا وصلت لهذه مناطق مثلا دراجة تبروها حصان الشيطان وهكذا فهم يعني دائما يرفضون أي شيء خارجهم لأنه نحن متعودين والناس يطيحون لأنه هم الناس تعلمت لا يمكنهم غضاء آخر روحي أو قيمي أو أخلاقي أو ديني غير هذه الأشياء التي تلقنوها وتعلموها من هؤلاء فبالتالي هم أوتوماتيكيا يستجيبون لرأي وكلمة رجل الدين لا يمكنهم بديل يعني شيء يسوي فهو يقول أنه هذه الأكلة طيبة فهو صلع لأجلين سنة أكلها أو هذه فكرة هذا خير وهذا الشرف فهو من طفولك والناس يقول أن هذا خير لك بالحقيقة هو ناصر أو يصير في طريق هو تعود عليه لا أكثر ولا أخر مشكلة رجل الدين دائما أنه لا يستطيع إعتراب وجود آخر لأنه دائما قلق من أنه حسنة من الناس والأتباء ممكن أي شيء جديد خارجي يصرقه من عنده وإذا بالتالي التجار تخسر هذا موضوع من جار الدين خاطبته هو كحالة هو إنسان مثل ومشه يريد مصلحته ما عنده شيء آخر فهو هذا حرفته وهي مهند فبالتالي هؤلاء حتى نوضح المسألة أن هؤلاء سرقوا الله سرقوا الناس سرقوا ثرواتهم سرقوا عقلهم وهذا أخطر شيء وسرقوا قدرتهم على النقد وحراموهم من كل شيء فهذه يعني حتى ما أبتد عن موضوع الله أنا أقول أنه كل الفرق بين رجل الدين وآخر هو فرق في قدرة كل واحد من على الابتكار وإيجاد حلول جديدة باستعباد الناس وحدف بالنهاية كما قلت ساحب الظوات الآخرين وجعل تاب على ذريلة مستحقرة له وهذا ما يتحقق إلا باختراع الإله المناسب لهذا تجد أن الإله دائما يتصل بالصفات رجال الدين أعداء رجال الدين يعني أعداء 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 الله وحتى آيات موجودة عدو الله يعني موجودة يعني أنا ما أشك مسألة لكن هي هكذا أنه أنت لا تستطيع أن تقول الله تفسر الله عن من يخترعه لا تستطيع أن تقول الله أو الإله المسيح هو ليس إله هو يعني حالة متكاملة لا يوجد إله خارج المسيح ولا يوجد مسيح خارج الإله فإذا هو مرتبط بالإنسان أو الإنسان الذي يعني موجود على أرض مثلك وكذلك الحال مع نبي موسى نبي موسى أيضا هو الموسوية واليهودية هم هو حالة واحدة لا تستطيع أن تقول أنه موسى ليس أنه هناك يهودية بدون موسى ولا تستطيع أن تقول هناك إسلام بدون محمد يعني نترى سعيد والأشهر لا لا أنا محمد العالم متكامل يعني الله خارج إطار الإسلام ليس بأعلى ربو الله لا يكتر بي مرفوع فإذا لا يوجد إله خارج الإسلام هناك محصور أكو أكو احتكار خاص للإسلام كل شخص خارج هذا الإطار هو ليس بإلى إذن الله محدود وليس مطلق الله بالنتيجة هو ما أنت عليه وكل ما في الأمر لا نعرف الطريق إليه وكما يبدو لا نعرف الطريق إليه نهائيا وهذا أيضا سرع عظمة الله سرع عظمة هذه الفكرة أنه لا نصل للنهاية ويبقى دائما أمل وحلم وهدف